فكرة الراعي فكرة موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد منقرأ عن هابيل كان راعيا للغنم قدم من خيار الغنم في سفر التكوين ثم منقرأ عن الآباء آبان أبونا إبراهيم كان راعي وطبعا أولاده إسحاق ويعقوب والأصدر كانوا رعاء أيضا لكن منقرأ أيضا عن موسى في جبل سيناء أو في منطقة سيناء في العربية اختبر حضور الله وهو بيرعى الغنم طبعا ذهب ليتفقد غنمه فالله اتكلم معاه وأعلن عن نفسه وأعلن لموسى أن يذهب إلى أرض مصر ويخلص شعبه من أرض العبودية فكان موسى أيضا راعي للغنم والكتاب يتكلم أيضا عن داود النبي داود الملك طبعا ما أنه يتوج ملكا كان راعيا للأغنام وهكذا منقرأ عن قصص كثيرة ذكرتي ممكن يوسف أنه كان راعي وبيتفقد إخوته داود طبعا مكتوب عن النبي عاموس كان راعي للغنم ففكرة الرعاية كانت موجودة في العهد القديم وكذا حادثة وكذا قصة من رجال الله كانوا رعاة للأغنام ففكرة الرعاية عندما قال يسوع أنا هو الرعاية الصالح هون بيتكلم مش بس أنه يعني هو الصالح المختار أو المهم أو الأجمل أو الأفضل من كل الرعاة وطبعا رح أتكلم أكتر بإسهاب عن هذا الموضوع من مكان آخر لكن حبيت أبتدي بفكرة الصحراء ورعاية الغنم ولسيما في الطقس يعني الربيعي الأغنام بتكون بكثرة في هذه المنطقة حتى تعتاش ولو حتى على عشب بسيط لكن الراعي بيهتم فيهم بيقودهم إلى المراعي الخاصبة ابقوا معي حتى أواصل في نفس الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر